شهدت منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا تفاعلاً واسعاً ضد دعوات أطلقها المرشحة الرئاسية السابقة اليمنية المتطرف إريك زمور للتظاهر في باريس رفضاً واحتجاجاً على ما يراه انتشاراً للرموز الإسلامية في مدارس فرنسا وأطلق اليميني المتطرف زمور واسم استعادة مدارسنا خلال حملة الإلكترونية التي تتزامن مع مرور عامين على مقتل مدرس التاريخ الفرنسي سامويل باتي على خلفية عرضه رسوماً مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم على عدد من طلابه وتبينت الآراء والمواقف على منصات التواصل بين مؤيد ومعارض للدعوات التي أطلقها زمور حيث اعتبر النشطاء ومدونون أن اليميني المتطرف يثير الكراهية وصفين تصرفه بالغبي فيما أيد آخرون موقفه ودعموه وقال المغرد فيليب جينيار على حسابه في تويترياله من غباء إثارة الكراهية في حين وصفت المغرد ليندا المشاهد المشاهد المتدولاً من الوقفة بتجمع الفاشيين ترجمة نانسي قنقر